اشتركوا في القناة وعليه أن يعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فقال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإن سبق المأموم إمامه بغير تكبيرة الإحرام مثل أن سبقه في الركوع فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة وإن كان يعلم أن السبق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرما في صلاته فقطلت كسائر المحرمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته بل كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأما من قال إن صلاته لا تصح فيقول إنه آث ولا تلزمه الإعادة أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى من قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه فإن كان متعمدا بطل الصلاته وإن كان جاهلا أو ناسا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه أن يعيد الركع بعد إمامه هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركن إلا إذا كان سبقا بركني هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر